منذ ثلاثة أسابيع لم يشاهد المرشد الأعلى لجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خمنيئي في العلن حول هذا الغياب كثرت التكهنات فصحيفة تايمز تحدثت عن تدهور في صحة المرشد وقالت إن خمنيئي الذي يعاني من سرطان البروستات انهار قبل أيام خلال اجتماع خاص أعقب ذلك تراجع في حاله الصحية وتوقفت الصحيفة عند عدم إلقاء المرشد خطابه السنوي خلال عيد الغدير كما لم يهنئ كالمعتاد بعيد الأطحى وبحسب الصحيفة فإن حسين رستومي الذي يعمل في أحد المواقع الإلكترونية الإيرانية طلب من أصدقائه على صفحته على فيسبوك الدعاء للمرشد وقال لا تصلنا أنباء جيدة حول صحة كبيرنا ولم يتحدث في يوم الغدير مع الشعب ومع الضيوف ادعوا له كثيرا الصحيفة حذرت من بوادر صراع على السلطة في إيران وطرح تساؤلات حول الخليفة المحتمل لخمانئي البالغ من العمر 74 عاما وكان موقع ويكيليكس نشر تقارير سرية حول تدهور صحة المرشد نقلها رجل أعمال قريب من رفسنجاني إلى أحدى السفارات الأمريكية ورغم ذلك ثم تم يعتبر أن غياب خمانئي مقصود ويهدف إلى تفادي اتخاذ موقف من الانفتاح الإيراني الأمريكي بعدما رسخ في جمهوره على مدى سنوات وصف أمريكا بالشيطان الأكبر ترجمة نانسي قنقر